الرئيس الامريكي بايدن يعلق شحنات الاسلحة الى جيش الكيان وجيش الكيان يعلن لدينا ما يكفي من الزخيرة لعملية عسكرية في رفح او عمليات عسكرية اخرى والرئيس الاوكرانيا زيلينيسكي يعترف نواجه مشاكل حادة في الجابة الشرقية امام قوات الجيش الروسي واوكرانيا بترفض الاستماع الى نصائح امريكا وتحارب بدبابات ابرامز على الخط الامامي وروسيا تفاجئ العالم وتكشف عن احدث نسخة من صاروخ كي اتش مية واحد برأس حربي مزدوج لاول مرة في تاريخ صواريخ روس في العالم بالتالي روسيا بتقول لقوات النيتو احنا محدش قدنا ابدا في مجال الصواريخ تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الرئيس الامريكي بايدن اعلن تعليه شحنات الاسلحة الخاصة باسرائيل وقال لو قامت اسرائيل باجتياح رفح وتنفيذ عملية عسكرية كبيرة مش هنبعد سلاح تاني اسرائيل ردت على بايدن وقالت احنا عندنا زخير كافية لأي عمليات عسكرية في رفح او غير رفح طبعا قرار بايدن بتعليه شحنات الاسلحة لجيش الكيان كلام فارغ مغارد تصريح للإسلاك المحلي والدعائي وتجميل صورة امريكا قدام العالم يا رجالة بايدن خلال السبع شهور اللي فاته بعد كمية اسلحة وزخيرة وقنابل لاسرائيل عبر مئات الطائرات والسفن في اكبر جسر امدادات عسكرية امريكية لاسرائيل اكبر حتى من جسر امريكا لاسرائيل في حرب اكتوبر بشكل يخلى اسرائيل مكدسة بالسلاح والقنابل الزكية المواجهة بالاقمار الصنعية جي بي اس بالتالي قبل ما رئيس الامريكي بايدن يطلع ويقول بشكل سازج احنا مش هنبعد سلاح تاني لاسرائيل كان بعض اسلحة كتير جدا وامن الجيش الاسرائيلي من اي نقص في السلاح والزخيرة يعني بايدن بيدحك على العالم عشان يهم العالم انه رئيس امريكي متوازن مش دموي وده يهم بايدن جدا الفترة الجاية بسبب الانتخابات الامريكية واصوات العرب الامريكيين فالباشا بيلعب لعبة انتخابية مكشوفة تماما شغل بلدي اوي الحاجة التانية ان امريكا من بعد حرب اكتوبر تاتو سبعين اسيست القيادة المركزي الامريكية في اسرائيل 11 مخزن عسكري امريكي للسلاح من اكبر المخازن الامريكية المخازن دي جماعة مليانة بالسلاح والزخيرة الامريكية بعيث اسرائيل لو تعرضت لأي مشاكل او ازمة لوجستية زي ازمة حرب اكتوبر تقدر تسحب من المخازن الامريكية بسرعة بدون انتظار امريكا وبدون حتى ازن من امريكا بالتالي اسرائيل في كل الاحوال عندها اسلحة وزخيرة امريكية تكفيها سنتين قدام وده اللي قالوا متحدث الجيش الاسرائيلي قالك احنا عندنا زخيرة كافية لأي عمليات عسكرية في رفح او غير رفحة يعني عايز يقول بشكل غير مباشر ان قرار بايدن بتعليه صفقة السلاح لاسرائيل ولا لأي لازمة قرار اعلامي ودعائي بحث الرئيس الاوكراني زيلينيسكي طلع النهاردة يوم الخميس وقال ان قواته العسكرية بتواجه مشاكل خطيرة في المناطق الشرقية قدام روسيا وقال الباشا كلامي دحك قوي قالك ان فيه شحنة سلاح امريكية وان فيه شحنة مساعدات امريكية عسكرية ضغمة قادمة في الطريق هتقلب الموازين العسكرية دا لو زيلينيسكي شغال لحساب المخابرات الروسية مش هيقول الكلام دوت هو انت طالع وعمل مؤتمر صحفي عشان تنبه الروس وتفشي اسرار عسكرية ها دي مشكلة ان الممثل سينمائي يتولى قيادة دولة في زمن الحرب حتما لازم نشوف التهريك دوت طبعا المخابرات الروسية مش مستنيه كلام زيلينيسكي ان يقول الكلام دوت لكن انا بتكلم دلوقتي على المبدأ نفسه دا الف بهايقى القيادة المهم ان زيلينيسكي بيعترف ان الواضع صعب جدا في مواجه قوات الجيش الروسي وده السبب اللي خلى زيلينيسكي يدي امر بمخالفة الاوامر الامريكية باهمية سحب دبابات ابرامز الامريكية من الخط الامامي امريكا كانت طالبت من زيلينيسكي عدم المشاركة بالدبابات الامريكية ابرامز في الخط الامامي عشان تحفظ على سمعة الدبابات الامريكية من التدمير لكن لان زيلينيسكي بيواجه مشاكل ضخمة وبيواجه نقص حاد في الدبابات والمدرعات قرر زيلينيسكي انه يخالف اوامر امريكا ورفض سحب الدبابات الامريكية من الخط الامامي وعشان كده الدبابات ابرامز بتضمر دلوقتي كل يوم ويطلع خبير عسكري بريطاني وقال ان لواء المشال ميكانيكي المنفصل 47 ما زال مصمم على القتال بالدبابات الامريكية رغم رفض امريكا مفاجئة روسيا للعالم الجيش الروسي كشف عن احدث نسخة من صاروق روس من نوع كي اتش مية واحد برأس حربي مزدوج لو ناخد بانا كويس فروسيا كل شوية بتكشف عن نسخ معدلة من صاروق كي اتش مية واحد في الاول روسيا حربت اوكرانيا بالنسخ القديمة من صاروق كي اتش مية واحد وبعدها بشوية مع دخول انظمة الدفاعات الجوال الغربية من انواع باتريوت و سام بي تي لأوكرانيا روسيا طورت صاروق كي اتش مية واحد وحطت لاول مرة في العالم انظمة شراق خداعية ومشاعل حرارية زي الموجودة بالضبط في المقاتلات والقاذفات عشان تخضع انظمة الدفاعات الجوية ودلوقتي روسيا بتكشف عن نسخة جديدة تانية خالص من الصاروخ قامت فيه بتركيب رأس حربي مزدوج لتعزيز مستوى التدمير ضد الاهداف المحصنة وضد المخابئ النووية صاروخ كي اتش مية واحد بيعد اول صاروخ كروز مجنح في العالم عابر الكرات بيطير بمدى 5500 كيلو متر يعني اطول صاروخ كروز في العالم من حيث المدى ولانا انا تخيل ان اطول صاروخ كروز عند امريكا والنيتو مدى حوالي 2000 كيلو متر بالتالي فرق القوى هائل بين روسيا وامريكا الصاروخ الروسي كي اتش مية واحد كان بيحمل رأس حربية بوزن 400 كيلو جرام روسيا عملت تعديل وحطت على الصاروخ الروسي رأس تانية بنفس الوزن بالتالي الصاروخ المجنح اصبح دلوقتي مزدوج الرأس الحربية بوزن 800 كيلو جرام يعني قدرة تدميرية مضاعفة عشان الصاروخ الروسي يضرب اهداف اقصر قوة اهداف محمية ومحصنة تحت الارض ضمن دروسي المستفادة من حرب اوكرانيا صاروخ كي اتش مية واحد بيعد صاروخ استراتيجي مخصص للقاذفات بعيدة المدى ويتميز بقدرته على التخافي والشباحية بمقطع راداري بيوصل 1 من 100 متر مربع يعني صاروخ كي اتش مية واحد بيظر على شاشات الرادار المعادية كما لو كان جسم صغير جدا بمساحة 1 من 100 متر مربع يعني حاجة ما تتشافش اصلا على شبكات الرادارات وعنده ميزة التحليق على ارتفاعات منخفضة ويتخافي بالعوائق والتضاريس عشان يباغت انظمة الدفاعات الجوية وتعمل من الصاروخ دوت نسختين نسخة مسلحة برأس حربي تقليدي كي اتش مية واحد اصبحت دلوقتي مسلحة برأس حربي بوزن 800 كيلو جرام وفي نسخة تانية من الصاروخ نووية مسلحة برأس حربي هيدروجيني اسمها كي اتش مية واحدين مسلحة برأس نووي بقوة 250 كيلو طن ما يعادل 17 قنبلة من قنابل هيروشيما بيوصل طول الصاروخ الروسي كي اتش مية واحد 7.5 متر قطر الصاروخ 77 سنتيمتر طول الجناحين 3 متر وبيشتغل الصاروخ الروسي بمحارق توربيني لتخفيض المقطع الحراري وبيطير الصاروخ بسرعات 800 كيلو متر وهو قادر على ضرب جميع انحاء اوروبا من داخل المجال الجوي الروسي الصاروخ الروسي كي اتش مية واحد بيتم توجيهه بنظام الملاحة بالامر صناع جلونس وقادر على تتابع اشارات الملاحة الامريكية جي بي اس بنفس الدقة الامريكية كمان معزز بنظام مقارنة التداريس اللي بيخلي الصاروخ الروسي يدرس تداريس المكان اللي بيطير عليه ويقارنه بخريطة المصار المخزن داخله عشان لو فيه اي خطأ ملاحي بيقوم الصاروخ بتصحيح المصار بنفسه واخيرا الصاروخ معزز بنظام استشعار حراري لتتبع وضرب الاهداف المتحركة شديدة الخطورة زي منصات الصواريخ الباليستية والصواريخ النبوية ومنصات الصواريخ الاسرع من الصوت الهايبرسونيك وبطارات الدفاع الصاروخي المضادة للاقمار الصناعية بكده الفيديو خلص ما تنسوش يا جماعة دعم الفيديو ودعم القناة الاشتراك في القناة مشاركة الفيديو على اكبر قدر من الناس عشان استمر فيه معركة الوعي اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة